بلينكين في إسرائيل على وجه السرعة وهوكستين يزور بيروت وهذا ما في جعبته هدنة الواحد وعشرين يوما وجولة دبلوماسيين تجوب المنطقة وسط مساعي حثيثة هل تتبقف في الحرب؟ أم أننا أمام توسيع أكبر لدائرة الصراع؟ دخلت الحرب على لبنان أسبوعها الثالث وسط مشهد لا يمكن وصفه من الهمجية الإسرائيلية وقتل للمدنيين الأبرياء حيث لم يسلم من صواريخ العدو الإسرائيلي لا الحجر ولا البشر وأمام هذا الصمت الدولي تحركت أخيرا عجلات الدبلوماسيين نحو منطقة الشرق الأوسط في محاولة ربما لإيجاد حلول وإنهاء الحرب وفي هذا الإطار أفاد مسؤول إسرائيلي لموقع أكسيوس أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيصل إسرائيل الثلاثاء في زيارة تشمل عدة دول أخرى بالشرق الأوسط ووفق المصدر ذاته تهدف جولة بلينكين في المنطقة إلى محاولة تجديد المفاوضات بشأن صفقة الأسرة والترويج لخطة اليوم التالي في غزة والحرب في لبنان ومناقشة الرد الإسرائيلي المرتقب على إيران أما على ساحة اللبنانية وعلى الرغم من كل الاتصالات الدبلوماسية والمواقف الدولية سعيا وراء وقف لإطلاق النار في لبنان فإن المؤشرات كلها تفيد بصعوبة تحقيق اختراق دبلوماسي وبأن الكلمة ستكون في المدى المنظوري للميدان في المقابل يحط المبعوث الأمريكي أموس هوكستين في بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة لإعادة البحث بتفعيل المسار السياسي والدبلوماسي ولتوضيح مقاصده حول إدخال تعديلات على القرار 1701 لا سيما بعد تأكيده بوجوب إدخال هذه التعديلات وفي هذا السياق تتواصل المداولات والأفكار لطرح الإضافات التي تريدها واشنطن على القرار 1701 وفق معلومات الجريدة الكويتية فإن الإضافات ستتناول ضمن أمور أخرى نقاطاً تفصيلية لتوضيح آلية تطبيق القرار بشكل كامل هناك احتمالات عديدة لشكل صدور هذه الإضافات بينها أن تصدر بملحق أو بناء على اتفاق ثلاثي بين أمريكا وإسرائيل ولبنان وفي هذا الصدد لفت المحلل السياسي نضال السبع في حديث مع قناة الجديد إلى أن زيارة الموفد الأمريكي أم سوكستين إلى لبنان هذه المرة مختلفة ومهمة جداً خاصة وأنها على وقع الحرب الدائرة في الجنوب وكشف السبع أن اللقاء الأخير بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والسفيرة الأمريكية ليزا جونسون تبين أن الجانب الأمريكي مهتم بفكرة التوصل إلى هدنة لمدة 21 يوماً حيث تكون فرصة لتمرير الاستحقاق الرئاسي واعتقد السبع أن زيارة حكستين إلى لبنان هي بسبب الضربة التي نفذها حزب الله على تل أبيب مشيراً إلى أن تصاعد العمليات من قبل الحزب وأعلانه أنه دخل في مرحلة جديدة من الصراع مؤشر إلى أنه سيزيد من الضغوطات ما يزيد من القناعة الأمريكية الإسرائيلية بضرورة وقف إطلاق النار ترجمة نانسي قنقر